أهلا بكم مشاهدية مجلة معايشة الإسبوعية نحن وصلنا لفقرة من فقرات البرنامج وهي ظواهر اقتصادية في فقرة الظواهر الاقتصادية حنتطرق لظاهرة معينة أثرت على المواطن السوداني وبالأخص المواطن السوداني الكادح وهي ظاهرة أسواق البيع المخفض التي كانت لها رسالة معينة ولكن نوعا ما مالت إلى مجرى غير مجراها نشاهد مع خبير اقتصادي أسواق البيع المخفض هي تجربة أنا في نظري أنه فاشلة وفشلوها السماسرة والوسطاء التجربة دي لها أكثر من 15 سنة تقريبا وانتشرت في معظم أحياء العاصمة وبعض الولايات الحصل أنه أنه إحنا في حماية المستهلك عملنا مسح قبل 3-4 سنوات واستمر المسح لحد السنة الماضية وجدنا أنه معظم هذه الأسواق هي كان مفروض تكون أسواق للمنتجين عشان تدي المستهلك أسعار مخفضة وأسعار معقولة تشبه أسعار المنتج لكن الأسف الشديد أنه الناس الخصصوا لهم المحلات وقدوهم امتيازات كثيرة جداً ما في رسوم ما في ضرائب كهرباء مجاناً موهي مجاناً بعد ده كله قاموا أجروا المحلات دي بالباطن للسماسرة وأصبحت بتبيع بنفس الأسعار بتحت السوق وكمان أكثر في بعض الحاجات فوجدنا أنه هذه الأسواق أصبح ما عندها أي جدوى ونادينا بأنه يكون فيه أسواق بإسم آخر أنه أسواق من المنتج للمستهلك وفعلاً عملنا التجربة دي في صاحة الحرية وعملنا زي عشرة أسواق تغريباً في أوقات مختلفة وكانت فعلاً تجربة ناجحة جداً وعملناها كنموزج على أساس أنه المحليات تأخذها والطبقة في عدد كبير من ما يسمى بأسواق البيع المخفض المناطق التي فيها أسواق البيع المخفض هي مناطق استراتيجية جداً يعني لو أخذنا الحي زي أبو حمامة بنجد هندوم سوق مخفض كبير وفي حتة حيوية جداً في أركويت هنا كان في الساحة الحرية كان في سوق ونحن الحقيقة قدرنا أنه نوقف السوق ده لأنه لقيناه كل الناس الموجودين فوقه هم سماسرة بوسطاء ومؤجرين بالباطن ويستفيدوا من الامتيازات الموجودة وما بقدموا أي خدمة للناس التجارة هم شغالين وببيعوا فلذلك هذه التجربة نحتبر إنها تجربة ما سليمة والاسم ذاته ما صحيح حقه الاسم يكون من المنتج للمستهلك ونستنفر الموردين ونستنفر الشركات والمصانع المحلية إنها تعمل محلات وتعمل منصات لها في هذه الأسواق والحاجة الثانية اللي هي إحنا نعيش التعاون يعني بلد زي الكويت بلد غنية جدا ما مسموح في الأحياء يفتح أي محل اللي يكون تعاوني اللي يكون أصحاب الحي هم الملاك لهذا المحل هذه موجودة في دولة الكويت يعني إحنا يا ريت التجربة دي لو كان تعممت عندنا وبيقى في أي حي في تعاونية التعاونية اللي هي تعاونية معناها معناها إنه أهل الحي مع بعض كلهم يتكاتفوا ويعملوا مؤسسة تعاونية أو يعملوا جمعية تعاونية ويخصوا لهم المحلية تخصص لهم محل يبيعوا فوقوا بأسعار أسعار المنتج ويكون هم وأنت بتشتري الحاجة وفي نفس الوقت عندك ربح في آخر السنة في الدخل الذي من هذا المحل التعاوني الموجود في الحي فالتجارب كثيرة وإحنا تكلمنا كثير الحقيقة في الموضوع ده ونادينا كجمعية وكتبنا مذكرات وكان من أهم المذكرات اللي كتبناها إنه يكون في تسعيرة لعشر السلع العشر السلع هي الأساسية اللي بيستعملها أي بيت سوداني اللي هي الدقيق والسكر والسلصة والزيت والعدس والفول المصري يعني دي ما في بيت بيستعمل عنه يعني ده كله بيت فيه بيحتاج لهذه السلع فنادينا بإنه يكون في تسعيرة لهذه السلع لأنه من سنة 1992 تم تطبيق سياسة السوق الحر وسياسة التجارة الحرة ومن غير أي أهداف من غير أي ضوابط فأصبح هي يزول ببيع زي ما عاوز لذلك لا بد أن يكون في ضوابط ولا بد أن يكون في تسعيرة لبعض السلع الأساسية اللي بيحتاج لها المواطن في السودان كله فلازمنا ننادي من هذا المنبر برضو ننادي لأنه عندنا مذكرات ترفعت لوزارة التجارة وترفعت لمجلس الوزراء على أساس أنه تسعر هذه السلع فبقليل من التضافر وقليل من الجهود ممكن أن إحنا يعني نشر التعاونيات ممكن نشر منصات البيع من المنتج للمستهلك ويكون فيه رخاء شوية ويكون فيه يعني حركة لصالح المستهلك لو جينا للأسواق بصورة عامة بنجد أنه فيه عدم وجود لجهات رقابية في داخل الأسواق يعني عندنا أسواق كثيرة جدا وأسواق مركزية منتشرة في العاصمة أو في الولايات لكن ما في وجود لوزارة التجارة في داخل هذه الأسواق وما في وجود لرقابة حقيقية في الأسواق عشان كده بنجد أنه معظم العناوين الكبيرة يدي بيع مخفض ومن المنتج للمستهلكتعاونيات نجد أنها بتفشل للسبب واحد لأنه ما في متابعة ما في رقابة الرقابة قد تكون في الأيام الأولى افتتاح وهي لمانة لكن بعد شوية بنجد أن الحكاية فكت وأنه ما في أي رقابة وبنجد أن السماسرة دخلوا وهم قوة كبيرة جدا يعني أنا أقول أن السماسرة الليلة هم المسيطرين على الأسواق في كل البلد يعني لو مسكنا السوجة المركزي في الخرطوم هنا بنجد أنه أي سلعة بتجي السوجة المركزي مثلا نمسك البطيخ مثلا بيجي عنده فيه ثلاث تنفار هم بتحكموا في سعر البطيخ وهم المشترين الأساسيين ولذلك بنجد أن هم بتحكموا في السعر لو لاحظتوا في الشوارع في المحلات السعر بتلجاه واحد يعني دائما السعر بيكون واحد لأنه الزول المتحكم في الحكاية دي زول واحد وده بالنسبة لسلعة واحدة لكن معظم السلعة الطماطم الخيار كل ملوخية كلها عندها مافيات تلجي السوق ده ما الآن مافيات ناس معينين هم البشتروا والمنتج هو أكتر زول مظلوم لأنه بيجي جاي بالبطاعة بتاعته دفار والبالوري كبير جدا مؤجروا بالساعة فلو وقف يعني ماشتروا منه طوالي هو حيدفع قيمة الترحيل دي مرتين ثلاثة عشان كده بحاول يتخلط من موضحته بسرعة جدا وبالظلم والمستهلك كمان بالظلم البيجا المستفيد منه المستفيد زول لا بيدفع ضرائل لا بيدفع عوايد لا بيدفع رسوم لا أي حاج بس زول ركب له بوكس وقاعد في عنقريب وهو اللي بيشتري وبيبيع فعندنا مشكلة كبيرة جدا في الوسطاء لا بدين تحصل محاربة الوسطاء تحصل كيف؟ يعني عندنا تجارب في السودان حي جدا من زمن السودان كان مستعمر اللي هي في القضارف وفي البيض عندنا حاجة اسمها البورسة بورسة المحاصيل دي بتضبط السوق بتضبط السلع الداخلة بالنسبة للمحاصيل أسعار مزبوطة تماما سواء كان في بورسة القضارف أو في بورسة البيض فانحنا من نادي ونادينا يعني من كل المنابر انه يكون في بورسة للسلع المختلفة في الأسواق المركزية في كل السودان وبالتالي حنضبط حركة السلع الداخلة وحركة البيع والشراء وبنكون عملنا الضبط في الأسواق ونتمنى انه يتم ذلك انه يكون فيه ضبط للأسواق وبرضوا ان احنا بنعول كتير جدا على المستهلك نفسه لانه هو خط الدفاع على الأول يعني المستهلك ما يكون زول سالم يعني هو أول ما يشوف مخالفة يشوف سعر غالي ما يشتري يعني حا دايما شعارنا بقوله الغالي متروك يعني ده شعار طلغناه من احنا من سنة 2012 يقول لي المستهلك انه اللي جيجا حاجة غالية يفتش البديل يمش شوف البديل هنا بالطريقة دي لأسعار حتنضبط اذا الناس كلها التزمت بالحاجة دي يعني فيه سلع معينة مثلا مثلا البيض يعني اللي البيض ده ما بيقعد اكتر من يومين ثلاثة لو الناس احجموا عن شراء او لو أسعاروا ترتفح في الصيف بصورة كبيرة وفي المواسم العياد وكده ممكن الناس تبطل تشتريه يعني تتفك انه يبطل ويشتريه هنا الاسعار بتساوى تنزل والسمسار ده والتاجر ده ما بيخسر اصلا ما بيخسر دايما هو بينظر للربح بتاعه باي صورة من الصور وان احنا نتمنى انه المستهلك يكون خط الدفاع الاول وهو يحمي نفسه بنفسه